مرحبا بكم في فقرة أقوال الصحفة البداية بهذا المقال الصدري بصحيفة رسالة الأمة نقرأ فيها تحل اليوم الذكرى الثاني والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وبإجمع كافة المكونات السياسية والمجتمعية ستظل هذه المحطة في تاريخ المغربي تشكل منعطفا حاسما ومرحلة فاصلة ومشرقة في مسلسل الكفاح الذي خضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد من أجل الحرية والاستقلال تتابع الصحيفة هذه المرحلة كانت مثقلة بالتحديات الذاتية والموضوعية وبصعوبة الوسائل والإمكانية اللازمة لبناء وتوطيد مؤسسة دولة الاستقلال ولم يكن أمام المغرب والمغرب سوى رفع التحدي ومواجهة الصعب سواء في الميدان الاقتصادي أو ما يهم تزويد البلاد بمؤسسات ممارسة الديمقراطية والحرية العامة أو في مجالة التكوين والتعليم أو في القطاعات الاجتماعية وفي مقال صدر بصحيفة شروق الجزائرية نقرأ تمسك رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عبد العزيز بالخدم بتصريحته بخصوص حل البرلمان بداية التسعينية حيث وكد أنه سمع بحل الهيئة التشريعية التي كان يرأسها من خلال التلفزيون العمومي أنذاك ولم يتولى حله لأنه لا يمكنه قانونا ودستوريا ذلك وأن القرار ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وقد وعد بالخدم بتقديم شهادته عن تلك المرحلة في الوقت المناسب وتأتي توضيحة بالخدم لتصويب الإفادة التي تضمنتها شهادة الجنرال الزار في حوار مطول مع شروق اتهمه فيها وزير الدفاع الأسبق بحل البرلمان وكتبت صحيفة الخبر حمل محمد مزيان الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك كامل المسؤولية لوزير الطاقة والمناجم الأسبق شاكيب خليل خلال استجوابه صباح أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة وتطرق إلى الدور المهم الذي كان يلعبه مجمع سوناتراك في تسيير شون الاقتصادية للجزائر حيث صرح أنه كان يتلقى أوامره من كل من الوزير شاكيب خليل ورئيس الحكومة أنذاك وتستعرض صحيفة العربية الجديدة سيناريوهات التدخل العسكري في ليبيا يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتعج فيه الصحافة الغربية بتقارير وتحليلات تصب في خانة واحدة الوضع في ليبيا صار خارج السيطرة من كل الجهة خصوصا لنواح أربعة سيطرة تنظيم داعش على أهم الآبار النفطية في البلد تهديد التنظيم لمجموعة من الدول الحدودية تحول ليبيا إلى مصدر التصدير الأساسية للمهاجرين ولشبكة تهريب البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط تحول التنظيم إلى استراتيجية تعاطى مع ليبيا كعاصمة احتياطية عالمية للتدريب والتجنيد والتخطيط للعملية الخارجية وحسب مصادر الكاتب وصل عناصر من جهاز القوات البريطانية الجوية الخاصة بالفعل إلى ليبيا أخيرا لتحضير الأرضية وجمع المعلومة الضرورية تمهدا لقدوم عدد كبير من القوات الغربية الحليفة بواقع ألف بريطانيين وستة ألاف أمريكيين وأوروبيين عموما بقيادة إيطالية وبريطانيا وفرنسية وإسبانية مع ترجيح مشاركة مصرية يواصل الكاتب صار قرر التدخل الأجنبي في ليبيا محسوما عمليا عقب هجمة باريس الأخير لكن مهما تنوعت التسريبة حول شكل التدخل ومداه إلى أن إجماعا يسود دوائر صنع القرار في الغرب على أن الأمر الوحيد الذي لن يتم تسريبه هو توقيت العملية أو اللحظة الصفر التي ستبقى بالتأكيد مفاجئة تماما إجماع عربي غير مسبوق على محاصرة إيران تعنون صحيفة العربي مقالها وتكتبه وجهت إيران أمس موقفا عربيا أشبه بالإجماع على ضرورة تحجيم نفوذها المتزايد في المنطقة خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية عقد في مقر الجامعة العربية ينذر بترجع نفوذها الإقليمي في المنطقة أكثر من أي وقت مضى وبعد لجوء ست دول عربية على رأسها السعودية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران باتت طهرن لأول مرة منذ سنوات في موقف دفاعي بعدما احتفظت منذ اندلاع احتجاجة ما يعرف بالربيع العربية بزمام المبادرة في التدخل في شون منطقة الخليج ودول عربية أخرى تعاني من اضطرابات إلى صحيفة الشرق الأوسط نطلع في مقالها أن الأميرة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي أنهى أمس زيارة إلى باكستان أجرى خلالها محدثات مع رئيس الوزراء نواز شريف وقائد الجيش الفريق أول ركن رحيل شريف أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن قائد الجيش الباكستاني أكد لولي ولي العهد أن القوات المسلحة الباكستانية وخلفها الشعب كله لن يسمح لأي جهة كانت بالمساس بأمن واستقرار السعودية وأن من يفكر بالاعتداء على الرياض يجب أن يحسب حساب الرد الباكستاني الذي سيفاجئ أي متآمر على السعودية ترجمة نانسي قنقر